اشتركوا في القناة الاتحاد الاسيوي وهنأ جلالة الملك المفدل جميعا على هذا الانجاز المشرف للوطن واشاد بما قدمه لاعب الفريق من مستويات فنية متميزة وقدرات وإمكانيات رفيعة في هذه البطولة والتي كان لها دور محوري في اعتلاء الفريق منصة التتويج وإحراز اللقب الاسيوي عن جدارة واستحقاق ونوها أيده الله ورعاه بتكاتف جهود الطاقم الإداري والفني وحرصهم على تهيئة كل سبل النجاح للعبين متمنيا بأن يكون هذا الانجاز حافزا لمواصلة تحقيق المزيد من البطولات الإقليمية وأكد جلالته أن نادي المحرق يعد من أعرق الأندية في البحرين وفي منطقة الخليج العربي حيث تمكن عبر مسيرته الرياضية الحافلة من تحقيق العديد من الانجازات التاريخية وألقاب البطولة بالإضافة إلى تصدر المراكز الأولى في مختلف الألعاب كما أشهد جلالته بحضور جماهير البحرين الوفية من مختلف مناطق البلاد ومساندتها الفريق واللاعبين حيث ضربت أروع الأمثلة في حب الوطن وكان لها الدور المهم في تحقيق هذا الانجاز وأثنى حفظه الله ورعاه بهذه المناسبة على العمل الدؤوب الذي يقوم به سمو شيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وسمو شيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وجهود سموهما المثمرة للارتقاء بمستوى كرة القدم البحرينية وقطاع الرياضة بشكل عام من خلال تقديم كل الدعم والمساندة للشباب الرياضي لحصد البطولات لإعلاء شأن المملكة ورفع رايتها في كل المحافل الرياضية وتمنى جلالته لنادي المحرق وكافة الفرق والأندية البحرينية دوام التوفيق في جميع البطولات المقبلة وأن يكون النجاح حليفهم الدائم فرحتونا وفرحتو الجميع الحمد لله عزم وتدريب وإرادة ونتيجة في الأخير نتيجة اليوم أصبحت أبطال الخليج ومن يومين صرت أبطال آسيا بعد هذه قمة قمتين كمشجعين وإياكم لا والله نتائج طيبة وأمامكم مسابقات قادمة إن شاء الله مسابقات مهمة لكن إن شاء الله أنتم قد المسؤولية على كل حال مشكورين على زيارتكم وأنا حبيت أعسوفكم وتقدير لكم وتقدير للمشجعين اللي شجعونكم وكل من حضر لك اليوم والحقيقة المنظر فرحنا ونهنيكم على الجوائز الأخرى اللي حصلتوها ومشكورين من جانبه رفع بعالي الشيخ أحمد بن علي بن عبدالله الخليفة رئيس مجلس إدارة نادي المحرق باسمه ونيابة عن عضاء مجلس الإدارة وكافة منتسبين نادي وجماهيره العريضة خالص الشكر والتقدير وعظيم الامتنان لمقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى يده الله ورعاه مؤكدا أن الرعاية الملكية السامية التي يحظى بها نادي المحرق تقف وراء هذا الإنجاز الرياضي للنادي وتصدره الأندية الأسيوية في كرة القدم ترجمة نانسي قنقر